بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخار في هذا الفيديو سوف ندر معكم الحصة الثالثة من الوحدة الرابعة تولد الحيوانات الحصة بعنوان أعضاء تناسلية لحيوان ولود ضمن كراسة المتعلم والمتعلمة منها النشاط العلمي للمستوى الخامس الابتدائي وبالضبط الأسبوع 19 إذن في هذا الفيديو سوف ندر معكم الحصة الثالثة أعضاء تناسلية لحيوان ولود Les organ sexuels de vivipar vivipar هو الحيوانات الولودة إذن الأهداف المراد الوصول لها هي كالتالي أحدد أعضاء الجهاز التناسلية لحيوانات ولودة شائعة يعني أننا نكون قادرين على أننا نحدد أعضاء الجهاز التناسلية لمجموعة من الحيوانات بالنسبة للذكر وبنسبة للأنثى وأتعرف كذلك أدوار الأعضاء التناسلية الرئيسية لدى حيوانات ولودة بالنسبة للحيوانات الولودة قد نتعرف الأدوار للكل من أعضاء التناسلية للذكر ومن أعضاء التناسلية للأنثى إذن أولا كما عودكم نبدأ أولا بصورة الانطلاق وكذلك بالوضعية المرفقة في ألاحي إذن هنا في الصورة كما تلاحظون لدينا فأران أنثى وذكر إذن الفأر والفأر يستعدان للتزاوج لكن نحصل على فأران صغيرة إذن بالنسبة للوضعية كالتالي أريد أن نقرأ لكم تبعماية رافقت نها أمها للمختبر الذي تقوم فيه بأبحاثها وأثار انتباهها تزاوج فأران في قفص ودارت في مخيلتها تساؤلات عدة إذن هدنها رافقت أمها التي أظن بأنها أستاذة جامعية أو لا تعمل في مختبر للأبحاث العلمية إذن تقوم فيه بأبحاثها وأثار انتباهها تزاوج فأران في قفص إذن أثار انتباهها تزاوج الفأران وبدأت تتساءل بعد ذلك كيف ولماذا إذن في نظركم وانطلاقا من الصورة وكذلك من وضعية الانطلاق ما هو السؤال التقصي الذي يمكن أن يتماشى مع الوضعية وكذلك أن يتماشى مع عنوان الحصة الذي هو أعضاء تناسلية لحيوان الولود إذن السؤال التقصي الذي يجينا مع هذا الوضعية وهو كالتالي لماذا يتم التزاوج بين ذكر وأنثى الحيوانات الولودة إذن سأحاول أن نكتب لكم سؤال التقصي إذن أولا سؤال التقصي سؤال التقصي هو كما قلنا لماذا يتم التزاوج بين ذكر وأنثى الحيوانات الولودة إذن هذا هو سؤال التقصي بالنسبة للفراضيات كنقول لكم بأن الفراضيات يعني ممكن أن تحتمل الصواب وممكن أن تحتمل الخطأ يعني الفراضيات نبني الفراضيات فنتحقق منها بدراسة أشيطة أتحقق إذن الفراضيات أكتب يتم التزاوج تزاوج يعني كي يتم التزاوج لكي يحدث تولود يتم التزاوج بين الأنثى والذكر وذلك لحدوث التوالد باش يكون هناك توالد افترض الثاني دائما أفترض أنه يتم التزاوج لتخصيب البويضات لتخصيب البويضات يعني بويضات الأنثى نفترض أنه أو يتم التزاوج يتم التزاوج لحدوث الإخصاب لحدوث الإخصاب وكذلك الحصول على فئران صغير على فئران صغير يعني بغرض ماذا؟ بغرض التكاثر ذلك يتم التزاوج ما بين الأنثى والذكر لحدوث الإخصاب يعني وكذلك الحصول على فئران صغيرة إذن هذا هو سؤال تقصي لماذا يتم التزاوج بين ذكر وأنثى الحيوانات الولودة فرضيات يتم التزاوج بين الأنثى والذكر وذلك لحدوث التولود افترضوا أنه يتم التزاوج لتخصيب البويضات وكذلك الافتراض الثالث يتم التزاوج لحدوث الإخصاب والحصول على فئران صغيرة الآن غد نمر لكي نتحقق منها صحة هذه الفرضيات بدراسة أنشطة أتحقق إذن هنا يعدنا أتحقق كزمعيا ألاحظ رسم أعضاء توالد فأرين أنثى وذكر تم تشريحهما ثم أعبر شفاهية إذن هنا هذ الصورتين كي وضحوا لماذا إذن هي الوثقة رقم واحد توضح أن هناك أعضاء تناسلية أنثوية وأعضاء تناسلية ذكرية يعني هذا الرسم يوضح الأعضاء تناسلية أو أعضاء توالد فأرين يعني الذكر وهنا الأنت إذن هنا هذا الرمز هذا الرمز الأحمر واللي كين بهذه الطريقة هذه هذا يعني الذكر وهذه كتعني الأنت ستخبيا دفع غد ندوز السؤال الثاني أضع كل كلمة في الخانة المناسبة على الرسمين إذن عندي هذ الكلمات هذو غد نحاول نكمل بهم هذ الرسومات يعني غد نكمل الأعضاء تناسلية للذكر والأنت إذن لدي مبيض رحم قناة منوية مهبل خسية قناة مبيضية وقاضية لاحظوا معايا أولا هذ المكونات هذ الأعضاء هنا بالنسبة للذكر عنده فقط ثلاثة ديالأعضاء أما بالنسبة للأنثى عنده أربعة ديالأعضاء هذا الفرق في كين كين في الرحم بالنسبة للأنثى عندها رحم وبالنسبة للذكر ما عندهش لكيفالون ديال الرحم سوف نبدأ بالصورة الأولى هي اللي كتبين الأعضاء التناسلية للأنثى سوف نبدأ برقم واحد ماذا يوضح رقم واحد إذن أولا رقم واحد هو المبيض داكور دا مبيض مبيض سوف نضرب عليها من الفوق من هنا دا مبيض هو رقم واحد ثانيا عندي قناة مبيضية التي تنتج البويضات قناة مبيضية مبيضية قناة مبيضية ثم ثلاثة رحم ثم ثلاثة رحم إذن هذا هو الزيادة اللي عند الأنثى على الذكر ورابعا عندنا المهبل بكل سهولة مهبل إذن واحد مبيض قناة مبيضية رحم ومهبل المبيض ضربنا لها رحم قناة مبيضية هي هذه ومهبل قناة منوية خصية وقاضية نبدأ برقم واحد عداء تناسلي للذكر ورقم واحد هي خصية خصية ثانيا عندي قناة منوية إذن بالنسبة لليكيفالون ديال هاد قناة منوية هي قناة مبيضية ليكيفالون ديال الخصية هي مبيض وبالنسبة لليكيفالون ديال المهبل هو القضيب قضيب إذن وكنكن عمرت الهد المكونات أو أعضاء تناسلي للذكر وأنثى الفأر دبا غد نديرو العنوان ديال كل رسم هنا أعضاء أو أعضاء الجهاز التناسلي للأنثى يعني الفأر وهنا أعضاء الجهاز التناسلي للذكر يعني الفأر ففي يعني الذكر وده با غد نكونو سلين السؤال تاني ما انتنو غد ندو زول كالسان تخوا كالسان تخوا هو كالتالي علما أن استئصال المبيضين أو الخصيتين يؤدي إلى عقم الفأري أو الفأرة إذن هذه واضحة بأنه لزولنا للأنثى المبيض وزولنا للذكر الخصية ما غادش يكون عدنا توالد وغاد يتم التزاوج ما غاد يكونش توالد لماذا لأنه هذا المبيض والخصية لهما دور كبير في حدوث التوالد إذن استئصال العضوين يؤدي إلى عقم الفأر إذن كالسان هو هذا أحدد دور كل من المبيض والخصية في حدوث التوالد إذن ما هو الدور دي المبيض وما هو الدور دي الخصية إذن الدور دي المبيض هو ماذا؟ هو إنتاجه إذن يتم إنتاج البويضات على مستوى المبيض البويضات 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 والدور دي الخصية هو إنتاج الحيوانات المنوية لابا غاد نقرأ جميعا الملخص للملخص على شكل تالي يتكون الجهاز التناسلي للفأرة من مبيض ورحم وقناتين مبيضيتين ومهبل إذن هدوهما المكونات أو أعضاء الجهاز التناسلي بالنسبة للأنتاء أي الفأرة كتكون من مبيضين من رحم وقناتين مبيضيتين ومهبل أما الجهاز التناسلي للذكر فيتكون من خصيتين وقناتين منويتين وقاذب ينتج المبيض البويضات أما الخصية فتنتج الحيوانات المنوية بالنسبة للذكر الجهاز التناسلي دياله كتكون من أعضاء التالية خصيتين قناتين منويتين وقاذب بالنسبة للبويضات تنتج من طرفي المبيض اما الحيوانات المنوية تنتج من طرفه الخصيتين القضيب والمهبل اعضاء تزاوجين اما الرحم فينمو فيه الجنين اذا القضيب والمهبل بهم كيتم التزاوج اما بالنسبة للرحم اللي عند الانثى يعني التزاوج كيكون داخلي عكس الدجاجة الدجاجة كيكون بره علاش لان البيضاء كيتفقص بره اما بالنسبة للحيوانات الولودة كين الراحم فين كينمو الجنين Donc les organes sexuels de la suri sont les ovaires, les ovidiques, l'utérus et le vagin. Ceux du mâle sont les testicules, les spermidiques et les pénis. L'ovaire produit des ovules et le testicule des spermatozoïdes. Le pénis et le vagin sont les organes d'accouplément. Et l'étérus est l'organe où niche le foetus. Donc E, c'est le S, c'est le V. Et l'étérus est l'organe où niche le foetus. C'est l'organe où niche le foetus. C'est bien. On va commencer par la première question. J'ajoute une légende correcte au dessin si contre. Afin de connaître les organes reproducteurs de la vache et de taureau. Donc il y a une question en français. 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 en français. Et le wärité par les deux ans. Enfin, ce qui est une petite restaurant. Et ce qui est échecule des flyains. L'bonne Catherine. Il y a une question. Je pense. بالذكر لانها في غير ثلاثة اولا هذا قضيب واحد هنا ثانيا هي خصية تاستيكل 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 واخيرا هنا هنا قناة منوية هي هذه سبرميدكت 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 تاستيكل هذا ما هما الاعضاء تنازل يديا الضكا دابا غدين دوزول اعضاء تنازل يديا الانتا بدأوا اولا برقم واحد اللي هو المهبل المهبل اللي هو فاجا عندنا دو ولدوري اللي هو الراحم في كين مو الجنين وهنا ثلاثة هو المبيض ورابعا بطبيعة الحال الفيديو كتلي هي قناة مبيضية قناة مبيضية تابا غدين دوزول لدوزيام كسسان اذكرو دور كل من العنصرين اثنان عند الذكر وثلاثة عند الانتا الدور ديال عنصر اثنان هو هذا والعنصر ثلاثة هو هذا بالنسبة للذكر عنصر اثنان هي تسيكل هي الخصية وفي نسبة للانتا الا الثلاثة هي اللي هو المبيض هذا ما عرفينهم بنسبة للخصياتين انتاج الحيوانات المنوية والمبيض انتاج البوئيضات إنتاج البوائد السؤال الثالث لابلسان دان أرغان يجب أن تتعلم عنه يعني استقصال وحد العضو يمكننا أن نعرف الأدوار ديالو أو الدول ديالو اللي كي لعبو السؤال هو جسيت وحد العملية أخرى اللي كي استعملوها الباحيتون باش يعرفوا أو لا باش يلقوا لمام رزولتا سانابلسان يعني باش يلقوا نفس النتائج ولكن بلا استقصال إذن العملية هي ستكون الفيكوندسان يعني عملية الإخصاب وهذا سنكمل الفيديو ديال اليوم كنتمنى أنكم تكونوا استفدتم معي في قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري اللي بقي ما اشترك شفوا القناة يشترك ويفعل زر الجرس ويبرتاج الفيديوهات ديال القناة أكتر ما يمكن باش توصل لقناة العدد كبير من المتتبعين والمتتبعات والتلاميذ والتلميذات المغاربة كان معكم أستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته